أرحب بضيوفنا الكرام الدكتور خالد العزب عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للتطوع وكذلك ورئيس قطاع التدريب والتطوير ورئيس مؤسسة التنوير في اليمن وأرحب بالمشاركة إختي خولة الحمادي من دولة الإمارات العربية الشرقيق أمساكم الله أبو الخير يا مساء المرح وساعة المباركة في دولتكم ثانية الكويت الله يحفظك يا رب ويتهم إن شاء الله بجو حلوم الله يحفظك الحمد هل رأيت شيء؟ طبعاً تمشينا الكويت جميلة جداً الله يكسل من طيبك إن شاء الله يا رب عد بيننا وبين الإمارات تنافس عدنا خلافاً الله يأطيكم العافية إن شاء الله يا رب دكتور بداية تريد أن تتكلمني عن الاتحاد العربي للتطوع أهلا وسهلا فيك أشكركم على هذه الاستضافة في البداية الاتحاد العربي للتطوع هو منظمة دولية مقرها دولة البحرين مملكة البحرين ويضم في عضويته منظمات وجمعيات أهلية في الوطن العربي من 12 دولة عربية الاتحاد العربي للتطوع منذ العام 2015 وهو يعمل في مجال التطوع على مستوى الوطن العربي أكمله لديه العديد من الإنجازات في الدول العربية هذه الإنجازات منها الملتقيات ومنها الجوائز التطوعية التي تم إعلانها وتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي ممتاز مؤخرا وفي هذه الفترة تستضيف دولة الكويت عبر المعهد العربي للتخطيط ملتقى التطوع الإبتكاري وتطوير المشاريع نعم أنا بس شو بنتقل مع أختي خولتي من زمان في هذا المجال التطوعي نعم من زمان من الفين واربعة وحتى قبل وبالنسبة لك هل هو هواية أو تفرق أو رسالة؟ هواية ورسالة في نفس الوقت وشون تشوفين العمل التطوعي بالكويت ولا مبدأت شفتي شيء بعد؟ بالكويت لا نعرف فيه لا بالعكس نحن نعبدع جدا ماشاء الله يعني مبدعين الكويتين بالموضوع هذا نبهرنا بالأشغال نحن لم نعرف عنها يعني عن نفسي أنا ممكن تعرف عنها دخلت معهم وتكلم نتعرفنا أكثر شفنا أشغالهم اللي يعني بدوها سواء بالكويت أو خارج الكويت طراحة شيء يعني يشرف الله يسلم نحن بعدين ناخذ تفصيل أكثر عن مشاركتك والمشروع أيضا دكتور خلنت تكلم يعني قبل الملتقى خلنت تكلم عن أساسيات العمل التطوعي يعني هو مو بس يعني أنا بتطوع وخلاص يلا لا هناك أسه أسوس آداب أخلاق جميل في البداية أسمح لي أن أعطي مفهوم للتطوع ممتاز التطوع هو جهود تبذل من قبل أفراد أو من قبل منظمات ومؤسسات هذا الجهود من أجل خدمة المجتمع بدون أي مقابل بكل بساطة هذا هو التطوع لازلنا إلى الآن نسعى بشكل كبير جدا وبجهود حثيثة إلى إضافة مصطلح التطوع الابتكاري أنه كيف ممكن للجمعيات والمؤسسات والنظمات العربية ورواد العمل التطوعي العرب والأفراد وكافة المهتمين أن ينقلوا التطوع إلى مجال التطوع الابتكاري أو نقل التطوع التقليدي إلى تطوع ابتكاري إيجاد أفكار تتماشى مع التغييرات الموجودة في العالم مع التغيير المضطرة الموجود على مستوى وعشان يجذب أيضا وعشان يجذب وعشان نستفيد من طاقات الشباب المهولة في الوطن العربي اليوم نحن نتحدث عن التطوع باستخدام تطبيقات الإلكترونية والتطوع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطوع باستخدام آليات جديدة ومبتكرة اليوم نحن نتحدث عن ربط التطوع بأهداف التنمية المستدامة الدول العربية تحتاج أن تتقدم قليلا وأن تشد على نفسها من أجل الوصول إلى مراكز متقدمة في مؤشر العطاء العالم وهي مؤشر معروف ولهو علاقة كبيرة بموضوع التطوير نعم والدكتور نحن نتحدث عن الملتقة لكن أختي خولة شنو مشاركتك بالضبط في هذا الملتقة مشاركتك في هذا الملتقة أني أنا أطور مهارات أكثر ومشروعك أيضا نعم أطور المهارات التي عندي تساب خبرة أكثر قبل ما أي الملتقة هذا كان عندي الفكرة يعني على واسعة يعني فكرة واسعة لكن من خلال الملتقة هذا أتحدثت الفكرة وما راح أطلع إن شاء الله في الملتقة أقلب وضع الأفكار نعم وشنو مشروعك؟ دمت بين التطوع والرياضة إن شاء الله يعني نشوفها فكرة يديدة ما ننزل الدمج بين التطوع والرياضة؟ كنا ننقشها اليوم أنا والدكتور أن راح نأخذها ولا ما نبغي نفكر ما تبون هي مسابقة؟ هي مسابقة هي فكرة تطوعية نحن المفروض نصيحها ونقدمها هي في طور الإعداد للفكرة يعني المشاركين الآن تم وضعهم أمام تحدي أن نريد أن نظهر بأفكار ابتكارية جديدة نعم وهذا الهدف أن التطوع الابتكاري مثل ما ذكرت كان من قبل الناس يتطوعون أنه جميل في جهود ممتازة مبذولة سابقا أن نزول الميدان توزيع معونات للناس اليوم نحن نريد أن نواقع بالعصر وفي كل قطاع من قطاعات الحياة نريد أن ينشط التطوع فأستاذة خولة ما شاء الله عندها فكرة جميلة تريد أن تدخل موضوع التطوع في مجال الرياضة نعم يكون بشكل أكبر وأقوى زيد دكتور أحين خنفصل أكثر في هذا الملتقى متى يبدأ وشن محاولة الرئيسية والضيوف الملتقى بدأ منذ ثلاثة أيام مضت هو لمدة أربعة أيام ينفذ الملتقى بالتعاون بين المعهد العربي للتخطيط المقر في دولة الكويت وهو مؤسسة عربي ضليعة في التخطيط وفي التخطيط للعمل التطوعي أيضا وبين الاتحاد العربي للتطوع كمنظمة عربية متخصصة في مجال التطوع وهو عضو الاتحادات النوعية في جامعة الدول العربية هذا الملتقى وأنا كنت لي الشرف في التخطيط لهذا التدريب وتنفيذه كمدرب للملتقى يتكون من ثلاث محاول رئيسية أو يركز على ثلاث محاول رئيسية أولا مناقشة المفاهيم الأساسية لموضوع التطوع والتطوع الابتكاري وربطه بأهداف التنمية المستدامة وثانيا يتدرب المشاركين وعددهم 45 مشارك من مختلف دول مجلس تعاون الخليجي بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية يتدربون على كيفية إعداد المشاريع التطوعية لأن كثير من المشاريع تحتاج إلى تمويل وعندما تصل هذه المشاريع مكتوبة بطريقة غير دقيقة تفقد فرص التمويل من الداعمين ومنظمات الداعمة وبالتالي واحد من أهم محاور هذا الملتقى هو تدريب المشاركين على إعداد المشاريع التطوعية والمحور الثالث هو إعداد تصورات لأفكار ابتكارية كما تحدثنا وهذا الهدف هو التطوع الابتكاري عجبني هذا المصطلع لكن أختي خولة ترى أن العمل التطوعي هل يحتاج هذا كله؟ يحتاج دراسة وتنظيم وقوانين؟ وله عمل تطوعي هو عمل فطري عند الإنسان بأنه يحب يساعد ويقدم الخير في البداية نحن كنا نحاطي أنه هو شيء فطري رغباً من داخل الإنسان يحب أنه يعطي فيها ويساعد ويساعد الآخرين لكن حلو بعد أنه ينبني بناء على أسس وقواعد ويقول أنه يكون منظم بخطط عمل بأهداف برؤية برسالة يوضح الشغل أكثر ويخلي الإنسان دائماً مركز على الهدف اللي عنده وهل أنت معه بأنه مثلاً اللي يشتغل في مجال العمل التطوعي هل لازم أنه يكون متفرغ ولا ممكن بأنه يعني تكون زوجة عاملة؟ لا بالعكس أنه يكون هو يشتغل أنا وضعي أنا زوجة أنا عاملة أنا طالبة في نفس الوقت وأنا متطوعة في نفس الوقت بشعال فيعلم ما لا علاقة لأنه يتفرغ لهذا أبداً ما لا علاقة وبالإمارات بشعال عندكم الخير كثير لكنه شيء تميز الآن في مجال عمل التطوعي؟ فيه ما شاء الله العمل التطوعي هنا عندنا النسائي طبعاً بشكل خاص النسائي فيه إحنا خلال الدراسات الأخيرة اللي صارت على الموضوع التطوع فيه نسبة الإناث عندنا مرتفعة عن نسبة الرجال في التطوع الحمد لله دولة مساعدتنا قادتنا قدامنا أكيد ونعم وعندنا بنت لنا منصات وجهات الحكومية دعمتنا ونحد مقصر الحمد لله أكيد يعني هذا شيء لا حد يختلف عليه ودكتور بعد ما يعني فيه تصور أو فيه توصيات رح تطلعون فيها ويتم تطبيقه من بعد هذا الملتقى؟ نعم هناك العديد من المقترحات اللي المشاركين وضعوها وإحنا الآن بنناقشها غدا إن شاء الله وآخر يوم في هذا الملتقى ستبلور كافة المقترحات المطروحة والتوصيات بالإضافة إلى المخرج الأساسي لهذا الملتقى وهو الأفكار التي سيبتكرها المشاركين واللي نتطلع إن شاء الله في المرحلة القادمة أن تكون عبارة عن مشاريع التطوعية منفذة على الميدان دكتور يعني بإحصائية أو بقراءات هل العالم العربي متقدم على العالم الغربي بالعمل التطوعي؟ والله هذا الموضوع بالصراحة يحتاج إلى تحليل لأنه نحن في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي إجمالا لازلنا أو خلينا نقول بمعنى أن التطوع مرتبط بموضوع الخيرية أن الناس المتطوعين واللي يبدلون جهد ومساعدة المحتاجين إلى آخره مرتبط بموضوع التقرب إلى الله عز وجل وإكتساب الأجر وإلى آخره من هذه المفاهيم لازلنا نفتقد إلى موضوع توثيق التطوع ولذلك في هذه الملتقى ظهرت لدينا الحاجة إلى التوصية والتشديد على موضوع الاهتمام بمأسسة التطوع وتحويل التطوع إلى موضوع مؤسسي إلى عمل مؤسسي وآليات والتخطيط من أجل التطوع لكي ننتقل من موضوع الفردية والعشوائية في التطوع إلى موضوع التنظيم بحيث أنه تظهر فيما بعد أرقام يعني اليوم في مؤشر العطاء العالمي في الأعوام الأخيرة كانت الإمارات والبحرين والكويت ودول اللي يستعاون كانت في مصاف الدول الأولى على مستوى الوطن العربي لكن الدول العربية على مستوى العالم لم تأخذ مراكز متقدمة والسبب يعود إلى أننا لا نوثق ما عندنا التنظيم ما عندنا مثما قلت توثيق هم يتحدثون عن أرقام يعني واحد من المؤشرات هذا المؤشر واحد من النقاط اللي يركز عليها كم عدد ساعات التطوع في كل دولة نحن لا نوثق نحن أرى دكتور عين بل كويت ما شاء الله استضيفهم كثير يعني الشباب وبنات فالمتطوعين والعمال التطوع عندنا كثيرة لكن يأخذونها بشكل مرتب ومنظم لكن مو مأخوذة بطريقة مثما قلت أنها مؤسسية وعمل ومجلس إدارة ولذلك ظهر الحاجة الآن إلى مأساسة التطوع وإلى إيجاد منصات إلكترونية بآليات دقيقة لتوثيق عملية التطوع وتوثيق الأعداد هذا اللي انتملنا إن شاء الله لكن بالأخير ما نبيعني عمل تطوعي يفقد روحه روح الإنسانية وروح العطاء من غير ما يعني يتم التوجيه آخر سؤال أختي خولة على هامش الملتقى يعني في شي شاركتوا فيهني بالكويت مكان رحتوله رحنا جهة وزارة شؤون الشباب وزارة شؤون الشباب ما شاء الله يعني شفنا الأعمال اللي اشتغلوا عليها الأفكار اللي نوضعت في عندهم أحد الموظفات ما شاء الله هي بادية من قبل ما تدخل معاهم فجأتني أن عندها عدد كبير ما شاء الله 300 يمكن عضو وزيادة من 35 فريق من ضمن 35 فريق وعمالهم داخلية ما شاء الله الكويت وخارج الكويت وخيسر تبادل ثقافات وتبادل أيضا أعمال بينه وبين كل دول الخليج والدول العربية إذا كلمة خيرة عند الدكتور الله أحفظك أنا أولا أشكر للقائمين على الأعمال التطوعية والخيرية في دولة الكويت جدا مبهرنا بكل ما شاهدناه ورأيناه لأنه كان البرنامج أيضا إلى جانب التدريب كان هناك زيارات ميدانية للتعرف على التجارب للمبادرات والجمعيات والمؤسسات الخيرية الموجودة في الكويت وهي رائدة فشكر والتقدير لكم وإن شاء الله الملتقى يؤتي أكله وثمر نراها قريبا بإذن الله إن شاء الله يا رب ونأتمنى بعد أنكم تسعدون في اللقاءة مهنية بالكويت ويعود ديراتكم التجارب كل الشكر لي الدكتور خالد العزب عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للتطوع وهو رئيس قطع التدريب والتطوير ورئيس مؤسسة التنوير في اليمن وكذلك أشكر المشاركة في العمل التطوعي الأخت خولة الحمادي من دولة الإمارات العربية الشغيقة لكم معنا بعد الفاصل مع ضيف كريم